اشتركوا في القناة من ابكار غنامه ومن سمانه لغاية لما نوصل لرؤية 22 ان عرش الله والخروف يكون فيها اذا قصة الحمل هي قصة الكتاب المقدس وجميل لو واحد ارى الكتاب المقدس بهذا المفهوم ويشوف الحمل وبعدين يشوف انه جاي في المرة التانية باعتباره الاسد لكن برضه في صفر رؤية بيتكلم عن الخروف المذبوع حتى في الكونتكست في سياق الحديث الدينونات يعني هذا الخروف كمان بدين الناس لانه اخفين عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لانه جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الاخوف فاذا يعني لقب المسيح حمل الله مش بس كذبيحة كمان يعني كديان ما هو اعطاه سلطان ان يدين لانه احتمل الدينونا فهذا الذي احتمل الدينونا لاجلكم وانتم انكرتموه كم عقابا اشر تظنون انه يحسن مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدره بروح النعمة